بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى لما اسمعنا حديث رسول الله سلم عن الجلساء والكلام عن الجليس الحسن اللي بيخلي الأعدى والحياة مليانة مسك والجليس السوق اللي بيخلي الحياة مليانة عادة مغبار وكمان ممكن يئزيني عرفنا ان في جليس يوسع عليك الدنيا ويجملها ويحليها وفي جليس يغمك ويهمك ويخليك تحس ان الحياة ضاقت وضاعت منك خالص الجليس اللي بنتكلم عنه النهاردة بيخلي الإنسان يعيش الحياة بجد بحق فيحيى غريق فيصبح غريقا في نعمة الله سبحانه وتعالى جليس بحق بيعيد للإنسان إنسانيته ويخليها تحقق بالمعنى والغاية اللي خلق من أجلها جليس وجوده بيكون من أهم مساببات الراحة للإنسان وتركه باحتمال كبير يخلي الإنسان في شقاء وعنت كبير جدا جدا إيه الجليس اللي احنا بنتكلم عنه وبتكلم عنه بكل هذا الاهتمام ليه؟ الجليس اللي بنكلم عنه النهاردة هو جليس التركيز حد يقولي التركيز بيعمل ده كله؟ آه التركيز هو بيعمل ده كله طب ليه بنتكلم عن التركيز دلوقتي؟ مش بس كم نكلم عن التركيز عشان إحنا بتدينا دراسة أو الكلام ده فقط لكن منكلم عن التركيز لإن إحنا بقينا نعيش إحنا كبن قدمين في كل المجالات بنعيش على عامش الحياة يعني إيه بنعيش على عامش الحياة؟ لإن إحنا سبنا الحياة عشان تيجي الأحداث والأيام والليالي تأكل حياتنا وإحنا مشغولين بأشياء كتيرة جداً جداً لا تعنينا زي الساعات مثلاً اللي بنقضيها على وسائل استواصل الاجتماعي من غير ما نحقق أي غاية ومن غير ما نحقق أي هدف ويقولك أهم تلت أهم عشر دقايق ممكن تقعد فيها على السوشيال ميديا التلت ساعات اللي احنا بنقعد فيها على السوشيال ميديا التلت ساعات اللي قبل النوم وتحس كده أن أنت إيه تأخر نومك ما وصلتش لحاجة ما عملتش أي حاجة وتضطر تنام وفي إيدك المبايل وإنت ما عملتش أي حاجة خليوا بالكم أن عمرنا دي مش بأيدينا ولا ملكنا وعشان كده حضرت النبي علمنا أنه لا تزول يوم القيامة قدم عبد حتى يسأل عن أربع ما جايز هيسأل لا ده يسأل عن حاجات من ضمنها حاجات احنا متصورين يا ملكنا فنعمل فيها اللي احنا عايزين إيه بحضرت النبي بقول لنا إيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه يا نا ربيد يعني عمرنا ده بنتسئل عليه بالنفس فعمرك اللي بتسئل منك ده هتتسئل عنه فلازم نحيا في هذه الحياة وأنه إحنا مركزين نحيا حياة حقا لأنه إحنا نسأل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة إيه ده؟ إحنا مسؤولين عن السمع والبصر والفؤاد كمان فلازم نبقى مركزين فيما أقامنا الله فيه طيب إحنا مركز ناس فيما أقامنا الله فيه هنتحمل بقى المسائلة من الله سبحانه وتعالى ومش بس كده يا ريت بس هنتحمل المسائلة حياتنا كمان هتبقى حياة وهمية عارفين إحنا موجوعين ليه؟ كثير من الناس بقولهم أنتوا بتدوروا على السعادة فما تلاقوهاش ليه؟ لأنه بتدوروا في المكان الغلط ليه؟ لأن أنتوا مش عايشين يعني مش عايشين أنت مش عايش الحياة الحقية أنت عايش حياة وهمية والدليل على ذلك أن الدراسة اللي أنا قلت لكم عليها اللي أنا عملتها اللي بتقول لنا أن احنا بنعيش 6% بس من حياتنا وال94% بنعيش فيها في حياة الآخرين يعني بنعيش إيه؟ بنعيش وإحنا مغاميين عينينا عن الطريقة السليمة لعايش الحياة الحقية اللي علمنا حضرت النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإحنا بنعمل إيه؟ بنهتم بما لا يعنينا فنعيش في اللا حياة ما دي مش حياتنا وذلك كتير من الناس تجي تتعامل معها تحس تحس معها أن أنت بتعامل مع ابن خلته مش معاه هو تتعامل مع حد تاني هو مش موجود هو مش عايش يعني مثلاً لما نفكر في فلان بيحبنا ولا لا العلماء علمونا أن رضى الناس غاية ولا تدرك سيبك من أن أنت تبحث عن رضى الناس أن الناس بتحبك ولا ما تحبكش وهتصدق أن أنت عتشوف نفسك في مكان هو ده تعيكون أصدق مكان هو في عيون الناس لا عيون الناس مرايا غير صادقة لأن أوجهات كتيرة بتبقى عيونهم مليانة انطباعات من عندهم مشاعر أحاسيس مواقف منك أنت مكنت عندك زنب فيها يبقى إيه اللي حاصل ده يخلينا نعمل حاجات خارجة عن طاقتنا عشان نرضي الناس وإحنا مش مضطرين لده وعلى فكرة ومش من مهمتنا في الحياة أن احنا نرضي الناس فلما تعيش عشان ترضي الناس تلاقي حياتك بتسترسل من إيديك وبتسرق منك ومين اللي سرقها منك مش الشيطان المراتي نفسك الأمرة بالسوق وعشان كده تحس إن انت شايل أعباء وفلان عمل كده ليه أنا لازم أفهمه ولازم يحس ولازم يشعر ولازم هو مش عايز يشعر ونزاك اللي حاصل تحس إن انت عليك أعباء وتحس إن انت بتزلي نفسك أيها أنت بتزلي نفسك عارف بتزلي نفسك ليه مش بتزلي نفسك للناس أنت بتزلي نفسك إن انت تحمل نفسك ما لا تطيق وحضرت النبي علمنا ليس المرء أن يزل نفسه قالوا كيف يزل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق يبقى شوف أن تهتم بما لا يعنيك تشتمل على ثلاث مصائق المصائق المصيبة الأولى اللي بتخليك تحس بإنك أنت أن هذا ليس بوسعك إن أنت تعمله ما لا يعنيك لا تستطيع إن أنت تعمله ربنا ما كتبهوش في قدرك تاني حاجة يعني أنت وما أنت مهتم بما لا يعنيك بتعاند القدر ولو كان فيه ده فيه خيرك ولو كان كتبهوه الله لك أمر التاني أنت لما بتعتم بما لا يعنيك بتترك ما أعده الله لك من فرص السعادة فبتترك السعادة وبعد كده تسأل نفسك بتشق عليه كمان لما بتترك ما يعنيك إلى ما لا يعنيك بتشيل أحمال هي مش أحمالك فلزيك ما بتعرفش أنت كدها مخرج لأنه لا يعنيك ويزيك أسوأ حاجة بيعملها الانشغال بما لا يعنيك هو أنه بيخليك مشتت وفقد الحضور في حياتك الحقيقية فما نقدرش أن نستشعر حلاوة حلاوة النعمة ولا نقدر نعيش كمان حقيقة وهو معكم أينما كنتم فما بيقاش في حضور إيه اللي حاصل والحضور ده هو اللي بيوصلنا إلى الفرحة بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وما نقدرش نغرأ في نعمة ربنا اللي موجودة في قولي تعالى وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها فما نقدرش نعيش السعادة لأنه إحنا ضيعين وشتتين ومن أكتر الحاجات اللي أنا شفتها ممكن توصلك للعيش في ملاعنيك التبذير في استخدام الهواتف الزكية والتبذير في تتبع أخبار الناس مش بيملق فراغ على فكرة تتبع أخبار الناس لكن بيملق لبنا بالفراغ هو لا يملق فراغ بل هو يملقك بالفراغ أو الله ياريت كمان بالفراغ بيجيب لك شوية حاجات مع الفراغ بقى يعني كمان يجيب لك شوية إخوات الفراغ يجيب لك ألأ على حزن على كآبة فتحس أن أنت ضايع ليه يا سيدي عشان أنت مهتم بما لا يعنيك تسمع خبر فلان طب أنا ممكن يحصل لي زيه يا أخي ما أنت عندك قدر وقدرك مكتوب عليه الله لطيف بعبادي لما شفت الأخبار التي لا تعنيك حياتك انشغلت باحتمالات هي أصلا ما كانتش وردة عليك في حياتك وعشان كده ساعات نفسك الأمرة بالسوق تلعب معك لعبة أنت مثلا مش عايز تتجسس فتيجي مش عايز تتجسس على حد فتيجي نفسك تقول لك لا أنت مش هتتجسس أنت بس العلم بالشيء ولا الجهل بيه أنت هتعب بس هتشوف بقى شقر كده الأحسن التجربة اللي هو بيمر بيه تعرفه أنا على فكرة ما أعمنيش اللي هو بيمر بيه ده ده قاعد بيحافظ عليه وبيستعين بستر الله سبحانه وتعالى ومفروض هو في ستر الله من ستر مسلما في الدنيا ستراه الله يوم القيامة فأنا مفروض أن أنا أستر ومش أروح أعرف وأبيعمل كده ليه تحت دعوة أن أنا بستفيد وبتعلم لا لا خالص عذا لا يعنين أنت يدوب هتعرف بس نفسك تقولك أنت يدوب بس هتعرف السر بس ومش أت فتبتأت تفتح الباب تشوف اللينك تشوف هو الحدث إيه والخبر إيه فتفتح اللينك مثلا وتشوف الخبر عشان أنت عايز توصل بقى لإيه الأسرار بقى بتاعت الناس فتفضل تعمل كده وعلى فكرة وعلى فكرة أنت ما كنتش راح تشوف سر ولا حاجة أنت عايزت وساعدت نفسك الأمرة بسوء تسميه لك أنت عايزت تطمن بس عليه بعد أن تطمن عليه تبتدي تقول إيه أنا عايزة تطمن على نفسي بقى فتبدأ بقى وتبدأ تتحسس وتتجسس وده أنا بسميه بقى عندي مصطلح كده لازم نفكر فيه اسمه التهكير الاجتماعي والإنساني لحياة الناس أنت هكرت إنسانيته مهكرت الاجتماع بتاعه كل واحد ليه خصوصيته وتبدأ تبدأ عملية التهكير على حياة الناس وتحط عيون عليهم وتبتدي تشوف وتبتدي تبحث وراهم ويبقى فيه سكة بينك وبين بعض الناس عشان إيه نقولولك أخبار الناس دي عشان تعرف وصلوا لإيه وكل ده ولا يعنيك إيه ده مولانا ده عندنا كم مما لا يعنينا يعني عندنا كم من الكراكيب اللي مخلي أنا مش قدين نتحرك في حياتنا وكم مش باس من الكراكيب كم من الأذى في حياتنا إحنا كنا في غين عنه خالص ولذلك الأنوان اللي تحته حرم التجسس والتحسس والتنابس وحرم التغيبة والنميمة والبوتان هو عدم الانشغال بما لا يعنيك لا يعنيك الحكم على الناس ولا يعنيك تتبع أخبارهم ولا يعنيك الحكم عليهم ولا يعنيك أن أنت تكشف أسرارهم كل ده لا يعنيك فتشويهك لسورة شخص بأنك بتحكي لفلان عنه وتجعله يعرفه بشكل صحيح الغيب يعني وتنقله انتبعاتك كمان وتبتدي إيه بقى تدخل والعزب الله في بيان عورات الناس وكل ده لا يعنيك لو خايف على الشخص ده من ضرر حقيقي خليه يتعلم إنه هو إيه انصحه بأنه هو يعمل إيه يدفع الضرر عن نفسه مش تشوه سمهة الناس ومش لازم يعني تجيب له اسمه فلان خليه علمه مهارة من مهارات الحياة يستخدمها بدأ ما تقوله ده فلان بيعمل وبيسوي وفلان ده تقصده منك كزا وزيك حضرت النبي صلى الله علم الصحابة أحد التطبيقات اللي هو لا ينشغل الإنسان بما لا يعنيه لما قال للصحابة لا يحدثني أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن ألقاكم وأنا سليم الصدر فعلمه إنه هو مش عايز هذا لا يعنيني وإن حضرة النبي كل الأخبار بتاعتنا قد يتصور أحد وأنا متصور إن بعض الصحابة لما كانوا يقولونه أخبار كانوا يقولونه أخبار على إنه حضرة النبي لازم يعرف كل حاجة وسعاد بنعمل كده مع المديرين ننلوم كل حاجة عشان يبقوا عارفين كل حاجة حتى لو كانت أسراني الناس عشان لا يعنينا إنه إحنا لإن الأخبار دي ولذلك من أشكال إنه أشكال ينشغل بما لا يعنيني فكرة إنه كلنا مثلا لازم نبقى دعاء أنا خلاص اتعلمت الدين فأنا لازم أدعو الناس ويبقى هم الناس في دينهم هو تدينهم في الناس اللي حواليهم يعني إنه يتدين في الآخرين ييجي فلان يقول له على فكرة يا فلان يعني هو بيصلي جنبه فهو ساب صلاته وبص على صلاته على فكرة يا فلان إنت كنت بتعمل كذا في صلاتك ليه يا أخي إنت مفروض بقى إنت خاشع في صلاتك إنت ملك بصلاة فلان على فكرة إنت كنت بتعمل كذا ليه إنت ليه كنت بتاكل بيه ما بتاكلش بيه وقاعد مركز مع الشخص ده طول الوقت وإحنا شوفنا الناس مركزين مع الأشخاص ده ده فده يقدي إلى إيه لما كل الناس يشتغلوا دعاء هيقدي إلى عشوائية التدين عشوائية التدين اللي هتؤدي إلى عشوائية الدين اللي هي أصلا فيه تدين بس تحول بقى إلى العشوائية ده في الدين بمعنى العلم فيبقى شغلة الناس كلها إن هي تتكلم في دين ربنا وده أحد أسباب فوضى الفتاوى وأحد أسباب وده ركيزة الأساسية لمسألة الإيه لمسألة التطرف فيه الناس بقى كيفين إن هما يخلوا الناس كلهم يفتوا نفسه وهم مش عارفين الجريمة اللي هما بيقدوها الجريمة ديت ممكن تؤدي إلى أن الناس كلها يتحولوا إلى متطرفين لما كل الناس إذا اختاروا الأشياء اللي فيها شدة لأنهم مش متطربين إزاي يختاروا فعشان كده ما يبقى شغلتنا إن إحنا نخلل كل الناس دعا موضوعات اللي أفسد الناس بالتدين الكم والزيك الصحيح إن أنت ما يعنيك أن تبدأ بنفسك وتشوف إيه اللي كانوا بيعملوا الصحابة شوف كم الصحابة كم من الصحابة كانوا بيشتغلوا بالفقوتيها عشرين ومن مية أربعة وعشرين ألف صحابة ليه؟ لأنه شايف إنه كتير من الصحابة شايفين إنه لا يعنيهم إنهم ما يفتوا فهم مش منشغلين بالفتوى وإنت مش مفتي طب انشغالك بالإفتاء بقى يبقى إيه؟ انشغالهم بما لا يعنيك وعشان كده سمعنا إن سيدنا الإمام مالك لما جم سألوه إيه اللي حاصل؟ ومع إن سيدنا مالك إذا جاء الحديث في مالك النجم فيسأله في أربعين بسأله فيجاوب في ستة وتلاتين منها بأنه لا يدري هو لا يعنيه إنه هو يجاوب على كل الأسئلة إذا ما كانش عارفها قمة 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 في الانشغال بما يعنيه قل اللي حصل يروح يتعلم بقى ستة وتلاتين مسألة تانية لكن نحن من خاف إزاي حد يسألنا وما نجاوبش يعني ده عا تبقى مشكلة ونزالك إيه اللي حاصل؟ لازم إحنا لازم نجاوب وإلا عايب عندنا سمع أن إحنا ما نعرفش وإحنا لازم نبقى بنعرف ومن جملة الحاجات اللي إحنا اللي حتى عنينا كمان إن أنت تبقى بتصنع سمعتك لأن على فكرة سمعتك ده إيه بيفعلها لك الله سبحانه وتعالى ده جزء من الرزقك يعني إيه؟ ما تعودش تعمل الحاجات عشان فلان يقول عليك كذا وفلان أعلم عليك كذا وتفضل تعمل كده وكل اللي إنت عايزه تسمع السمعتك تعملش كده أعمل الخيره بس أعمل الواجبه بس أعمل إتقانه بس إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا لأنه نتقنا وربنا سبحانه وتعالى هو اللي سيتولى أمرك بدل بيحبك يصنع لك سمع حسن فيسمع فيسمع الناس جمالك وعشان كده نعمل إيه بقى؟ عشان إيه نتجنب بقى كل الإصص دي اللي هي في اليحية بتملح حياتنا بالمشكلات وعشان كده لازم كمان نأكد على إن أنت لازم تسيب بقى جزء من الأشياء اللي تعنيك زي إيه؟ الأسئلة اللي بيسألها الناس زي أنت ما يا هل أعوذ بالله على دي أسئلة؟ والله أسئلة كلها مؤذية يعني تخيل أن ارتكاب ما لا يعنيك قد يوقعك في الأذى وكسر الخاطر زي أسئلة مثلا إيه؟ هي أسئلة اللي تعنيك أنت ما تجوزتش ليه؟ أنت ما تجوزتش ليه؟ لو أنت لو أنت أنت ليه قاعدك أقوله؟ أنت ليه لسبت الشغل؟ أنت ليه عملت كذا؟ وأنت في الحقيقة ما بتسألش السؤال ده غير أنك أنت فقط عايز تعرف معلومة حتى المعلومة دي كان أثرها سائر بي على النفس الإنسان ده وخد بقى الوصمات اللي إحنا قاعدين نقوسوا من الناس والضغوط اللي إحنا بنضغط بها على الناس وزي الناس تحس بقى أن الدنيا الواسعة بتاعت ربنا داقت في ناس بيعوقها عن التركيز في حياتها هو انشغالها بالماضي وده كمان ما يعنيك الانشغال بالماضي هو انشغال بيقدي إيه ربنا سبحانه وتعالى دبر لك حياتك فتفهم الحكمة وتستمر مفيش حد هيغير ماضي لكن انت تقدر تحس بتدبير ربنا اللي يساعدك على أنك انت في المستقبل تبقى أحسن هو دوت ما يعنيك كل دا انشغال بيما لا يعنيك انشغال بالخوف على المستقبل يا بقى والوفرثينجنج بقى وعنعمل إيه والتفكير المفرد بقى وتغرق فيما لا يعنيك دا الوفرثينجنج دا انشغال بيما لا يعنيك وعشان كده تعالوا نشوف الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها وتبعدنا عن كل دا أول حاجة عشان نقدر نعمل الكلام دا في احنا عندنا سبع معايير نعرف بيها ما يعنينا أول حاجة تفتح باب على ان ما تفعله دا يفتح لك باب على مولانا سبحانه وتعالى ويقدمك في السير إلى الله ويجعلك أكثر حضورا مع الله يبقى دوت يعنيك تاني حاجة ان يكون في نفع والنفع هنا بالمعنى القيمي يبقى يحرص على ما ينفعك يعني ايه ما ينفعك هو ما يعنيك بس ما ينفعك ايه قيميا تالت حاجة ان شيء انت ممكن تكون جدي فيه وحريص ومبادر فيه لو شيء هتبقى متكازل فيه ما يعنيك الشيء اللي ممكن لما يكون موجود تبقى انت جدي فيه وحريص عليه دا يعنيك رابع حاجة الانشغال بالأعرفه وأقدر أطور فيه نفسي لقولي صلى الله عليه وسألنا بقيمة المرء بما يحسنه رقم خمسة الميارة الخامس الاتقان والاحسان اللي يعنيني لابد ان هو يكون فيه احسان لازم الحاجة يكون فيه احسان لازم يكون انا قادر اطقنه سادس حاجة ان يكون جميل الحاجة الشيء اللي انا بعمله دا يكون جميل القبح لا يعنين خلينا نقول كده رسالة واضحة القبح لا يعنين رقم سبعة ان هو ينور قلبي طب نعمل ايه بقى من الاجراءات حدد ما اقامك الله فيه انت مثلا طالب يبقى اللي اقامك الله فيه انك انت طالب علم يبقى اقامك ان انت تكون ايه تعمل في طلب العلم بجد طب اقامك هو ان انت قب يبقى عليك ان انت تنشأ اولادك على القيم واجعل ما اقامك الله فيه هو الاساس في حياتك تدي له تمانين في المية من حياتك وما ينفعش تقبل ان الاداة ينتكس فيبقى العشرين في المية لما لا يعنيك يبقى العشرين في المية لما يعنيك والتمانين في المية لما لا يعنيك ما ينفعش ده اسمه انتكاس حياتي تاني حاجة جدد تفكيرك فيما اقامك الله فيه ففكر يوميا مثلا ازاي ممكن تضيف لعملك مداخل جديدة وده شيء اجراء مهم جدا جدا تالت حاجة اقرأ وتعلم وتدرب لمدة ساعة او اكتر يوميا في علم جديد ليه علاقة بمجال عملك او مجال حياتك او علاقاتك او تربيتك وتنشأتك لاولادك ده شيء مهم جدا رابع حاجة خصص للسوشيال ميديا اوقات محددة وخليها اوقات مفيدة مرتبطة باهم الحاجات في حياتك ما تزيدش عن ساعة في اليوم كله انت كمان رقم خمسة انت محتاج مدد فدع ربنا سبحانه وتعالى اقول يا مولاي انت تملك الزمان والمكان فيا مولاي حياتي هي زماني فاسألك بسر فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ان تحافظ على حياتي بان تلهمني ما به احفظها من التبذير في اوقاتي واجعني عبدا لا تجده الا حيث تريد فالهمني رجدي واجعني ممن يجعلون حياتهم بابا من ابواب القرب منك والدخول في ساحتك فاستحي ان اضيع وقتي وحياتي وانا بين يديك الهمني رشدي يا كريم يا ودود يا جميل يا رب العالمين بعض الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم اللي تلقناها على صفحتنا صفحة دينامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة دينامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المبركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها وتفضل مجالس العلم تحفونا ويفضل مجالس العلم تحتوينا بالانوار والبركات وتيسيرات مولانا سبحانه وتعالى ومدده ونشوف اول سؤال وصلنا بيقول اختي ظروف جوازها وحشة وهي عندنا وهي عندها معاش ابوها اطلقت من جوزة عند الحكومة بس هو ما رماش عليها اليمين هما قانونا مطلقة دلوقتي حصل مشاكل مع جوزة وهي عايزة تطلق منه وتعمل ايه؟ لا هي مطلقة هي مطلقة منه خلاص فكرة ان هي مطلقة عند المأزون بس هو ما رماش عليها اليمين احنا بعض الناس فكرة انه يرمي عليها اليمين الاول وبعدين هم يروحوا يوسقوا هو لازم المأزون عشان يعمل وثيقة الطلق بيخلي الزوج يتلفظ بلفظ الطلق في مجلس كتابة الاسيمة فلازم بدل هو بقى فيه اسيمة الطلق يبقى الاساس انه طلقها عند المأزون لكن مسألة انه طلقها عند الحكومة بس هي ما اطلقتش يعني ايه طلقها عند الحكومة بس هي ما اطلقتش هو لازم يكون عند المأزون تلفظ بلفظ الطلق وما دم تلفظ بلفظ الطلق وطلقها عند المأزون يبقى كده خلاص طلقها اما مسألة انه هو ما طلقهاش وجايب يقول لها ان ما طلقتكيش وما تلفظتش بالطلق يعني ما طلقتكيش قبل ما روح عند المأزون وهو لما روح عند المأزون قال ان فلانة بنت فلان طالق من سواء بقى طالق على الابراء او كانت طالق طلق راجعي بس هو في الاخ خالص هو طلقه هو عمل ايه طلقه هي بدل عندها الاسيمة دي يبقى ايه متطلقه طب لأ هو بيقول ان انا ما طلقتهاش مرمدش الطلق يروح هو بقى يرفع عضيه على المأزون ان هو ايه ما طلقهاش بس هو دلوقتي هو طلقه لان ما ينفعش ان المأزون يطلق حد غير ما يتلفز بالطلق فبذل فيه وثيق الطلق وان هو عند المأزون تلفز بلفز الطلق دي يبقى خلاص طلقه وبلاش التعبير اللي هو ملوش محل والتعبير اللي في الحقيقة بيه ان الناس اللي بتتلعب بيه ده بتتلعب باعراض الناس ان هو طلقه عند الحكومة يعني ايه طلقه عند الحكومة اسمه طلقه عند المأزون اللي هو مأزون قاضي المسلمين ان هو بيسجل ويوثق طلاق الناس فهو طلقه يعني ما فيش حاجة اسمها ان هو طلقه عند الحكومة بس هو ما طلقهاش لا هو طلقه اصلي وثيقة الطلق دي مش حاجة عن نزورها وناخد حاجة من وراها عشان نقدر نعيش بيها وإحنا غلابة لا بخير كل الكلام ده ما ينفعش يا جماعة الاعراض لا يصح ان احنا هتعامل معه بهذه الطريقة هو طلقها فهو عند المأزون تلفظ بالطلاق ثم وثق المأزون ثم وثق المأزون ذلك الطلاق الذي تلفظ به يبقى هو طلقها خلاص يبقى هو ايه طلقها فهي الان مطلقة يبقى ايه مش محتاجة ان هي تتطلق بدل معاها هذه الاسيمة اسيمة الطلاق دي يبقى هي مطلقة وليس له عندها شيء وانا مش فاهم يعني ايه حصل مشاكل مع جوزة جوزة ايه ما هو امطلقها ما ينفعش يتسمى ان هو جوزة بدل هو طلقها بالاسيمة دي ما بقاش اسمه جوزة خلاص بدل طلقها بالاسيمة دي اللي هو تلفظ بالطلاق بيه عند المأزون ثم المأزون وسق تلفظه بالطلاق ده سواء كان طلاق وهي ابرته من الحياة دي او سواء كان طلاق رجعي فهو خلاص ملوش خلاص انه يقول ان الستة دي مراته لانه هو مطلقة خلاص فاللي انت بتقوله وهي عايزة تطلق منه تعمل ايه ما مطلق نعم فهي خلاص تم طلقها بهذه الوثيقة وفيش حاس ما تطلقها عند الحكومة بس ما طلقها شوى طلق كده طلق يا شيخ يا فضيلة الشيخ السؤال اللي بعد كده يقول يا فضيلة الشيخ بعد اذن حضرتك دلوقتي جوزي ضربني واهني وطردني هو وابوه وبقالي لحد دلوقتي تلت شهور وهو عاوز يرجعني ولا عاوز يتصالح وهو لا عاوز يرجعني ولا عاوز يتصالح ولا عاوز يتطلقني وبيقول هيفضل معلقني سنة ويا عالمة يرجعني ولا لأ ارجو الرد مع العلم اني عندي بنت وهو لا بيبعث مصاريف ولا اي حاجة اعمل ايه لاني في حيرة شديدة اول حاجة هنعمل ثلاثة اجراءات الاجراء الاولاني هندخل الحكماء عشان يصلحه ونحاول بقدر الامكان ان احنا نفهمه ان هذا حرام بل هو كبيرة ان هو ما يبعدش فلوس وانه يضيع اهله وانه يمسك امرأة ويمنعها من الزواج ويخليها كالمعلقة كل دي كبائر والعزو بالله من كبائر الذنوب ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان اللي هو بيحصل ده اسمه والعزو بالله تضيع تضيع للأهل وتضيع الأهل ده من اعظم الاسم يعني من الكبائر ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعود فده حرام ده اسمه والعزو بالله فلا يجوز ان هو يعمل كده فاللي انت فانا بكلم يزوك حضرتك اللي انت بتعمله ده حرام عليك وما فيش حياة اسمها التربية بانك انت تخليها معلقة ده مش تربية دي ده بالعكس سوء اخلاق هذا سوء اخلاق لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم وهذا ليس من حسن الاخلاق ان انت تتعلق امرأة وتقول انا اعلقك سنة ويا عالم ارجعلك ولا ما ارجعلكيش ده حرام ده كبيرا اللي انت بتعمله ده وسوء اخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خصيمك يوم القيام لان هو وصاك على اولادك ووصاك على زوجتك فاللي انت بتعمله ده حرام واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك يبقى انت ايه اللي حاصل يبقى انت تتق الله في نفسك وحاول عندك واحد من التلاتة لا اما ترجعها يا اما تتصالح معاها يا اما تصريحها بمعروف لكن يعني اللي انت بتعمله ده وتوالعاذ بالله يجلب عليك الاثام من حيث لا تدري وانت يا سيدي كرهتها يا سيدي عسى ان تكره شيئا طيب يا سيدي لا انا مصر وعايز خلاص فرقها يا سيدي بالمعروف فيمساكم بمعروف او تصريحهم باحسان فخلاص تصريحها باحسان يا سيدي لكن مش انك انت تضغط عليها وتؤذيها يا راجل ده هذه لحمك وعرضك ودمك اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله وديع عندك فازاي تخون امانة ربنا اللي اوداع عندك بهذه الطريق ف فاتق الله اما انت بتسأليني اعمل ايه وانت لك الجاي الى ايه الى الناس الى الحكماء من الاسرتين وخليه يعمل كده ما فيش غير كده خذي حق اولادك بكل وسيلة شرعية تجوز لك لان انت مش من حقك ان انت تضيعي نفسك واولادك بكل وسيلة من حقك ان انت تاخذي حقك بكل وسيلة شرعية عشان تحافظي على بيتك وعلى اولادك السؤال اللي بعد كده انا معايا عشر تلاف جنيه بشغلهم في شركات الكاش يعني الراجل بيحطهم في المكنة ويشغلهم ويديني على الالف خمسمائة جنيه كل يوم هو بياخد خمس خمسة جنيه هل ده فيه شبه تربة؟ لو ان انا بفهم فاهم اللي انت بتوصفه ان هو بياخد منك العشر تلاف ويحطهم والناس تسحب وده بيعمل له سيولة فهو بيدي لك فلوس على ان انت بتففره هذه السيولة وبياخد بعد كده جزء من هامش المال اللي بيعود على ده فهو كأنه العائد اللي بيعود عليه بيعود عليه من توفير هذا المال فالفلوس اللي انت بتاخدها ان انت بتعطي المال ده لكي توفر هذه الخدمة للناس المشكلة ان انت بتاخد بتاخد فلو بتاخد خمسمائة جنيه ب خمسة جنيه على الالف جنيه خمسة جنيه على الالف جنيه عشان ده انت بتوفر لهم الخدمة دي ف انت مش بتاخد فلوس على التسليف انت بتاخد فلوس وكأنها مصاريف إدارية ان انت بتوفر هذا الكاش للناس لكن انت مش بتاخد فلوس على انك انت سلفت الناس ده مش تسليف انت مش هنقدر نوصفه بانه تسليف انت وفرت خدمة ان الناس عندهم كاش وبتاخد المصاريف دي كأنها مصاريف إدارية عشان وفرت هذا الكاش للناس أما إذا كنت لا بتاخد الفلوس دي على أنك أنت وفرت على أنك أنت سلفت الناس دي والسلف ده ما بيبقاش بيبقى علاقات بينك وبين الناس لكن الفلوس أنت بتحطها في المكنة يعني أنت بتوفر هذه الخدمة وبيقولك هتاخد بناء على هذه الخدمة أن أنت تاخد خمسة كنية على كل ألف فهو بهذه الطريقة أنت مسلفتش ناس بعينها أنت حطيت الفلوس في المكنة فأصبح وضعك الفلوس في المكنة ليس تسليفاً لأحد ولكن توفيراً لهذا المال فأصبح أخذك لهذا المال لتوفير هذا الكاش للناس وليس لتسليفه لأن الناس اللي هتاخد الفلوس دي ده هتسحب ومش هيبقى دوة ديون عليها ده هتسحب لأسباب تانية إما يسحب عشان من رصيده أو يسحب من أجل أمواله أو دعها فبيسحب من الكاش دوة وما بيبقاش دوة بمثابة الدين عليه ده بياخده على أنه دوة جزء من مره السؤال اللي بعد كده بيقول أنا زوجة لم أنجب زوجي تزوج مرة أخر بغرض الإنجاب وأنا وفقت أسكن مع زوجي في بيت مشاركة بيننا من الناحية المادية وتسكن الزوجة التانية في بيت عائلته زوجي يريد يبيع البيت المشترك بين ده أنا قلت له أريد حقي لكنه زعل واختلق المشاكل تركني منذ ثلاثة شهور لا ينفق ولا يتصل ولا أراه لكنه عايش في البيت التاني مع الزوجة التانية وهو يقول أنه يطبق الزجر بالهجر فهل ده في الشرع على الرغم أني لا أعرف كيف أتصرف لا هذا ليس من قبيل الزجر هذا من قبيل الانتقام والعناد على الوصف المذكور في هذا السؤال ده مش من قبيل التهزيب التهزيب الهجر بيكون في نفس البيت بل في نفس المكان فما ينفعش أن نحن نسامل أشياء بغير أسماء وهذا حرام هذا حرام لأنه فيه أذى وفيه فتنة أنت كده وكأنك تلجي امرأتك ولا عزو بالله إلى الإثم والعدوان فلذلك لا تكن فتنة لزوجاتك اللي أنت بتعمله ده فتنة أنا ليه لما هي بتسألني ليه أنا ساعات بروح أكلم الزوج ومنها هي اللي سألاني هي أكيد مستألاني عشان أجاوبها هي سألاني عشان تقوله الكلام ده عسية يرجع هذا بلا شك يدخل في تضييع الرجل من يعول هذا بلا شك مخالف لقوله تعالى وعشرهن بالمعروف هذا بلا شك نوع من أنواع عدم الرفق وشيء من الشدة ونوع من أنواع والعادة بالله تضييع الأمانة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن المرأة أمانة عندك فاتق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز اللي أنت بتعمله ده هي لها زمة مالية مستقلة أنتوا اشتريتوا البيت مع بعض فالبيت أصبح ملك فهي ما أرادتش أنها تبيع البيت ده حقه لها أن تتصرف في ماليها كيف ما شاءت هي الآن تحس بأن هي ليست في أمان لأنك تزوجت بمرأة أخرى فهي تروح تحافظ على نفسها فلذلك إلا حاصل عليك أن أنت تتقل الله سبحانه وتعالى فيها وعليك أن أنت ترجع عن ده لأن أنت أورست مرأتك اللي هي ما زالت حتى الآن زوجتك ولحمك ودمك وإنت مفروض تنفق عليها وتشعر بالأمان وتشعر كمان بالاطمئنان وهي ستحاسب عنها لأن أول من يحاسب عليه العبد ما استرعاه الله وهي في رعايتك فبعد كده هي مش حاسة بأمان فأنت جيد الوقت كمان تزيد عليها خفها من أنك أنت تريد أن تأخذ مالها كمان تخوفها بأنك أنت تهجرها وتسيبها بالأشهر لا ده لا في عدل ولا في تسويع بين الزوجات ولا في شيء فاتق الله سبحانه وتعالى بتقولي أنت عايز تعملي إيه عودي معاه وقولي له إحنا أزواج وما يصحش أن يكون العلاقة بيننا بهذه الطريق صرحية ونجلسي معاه بكل صراحة وبهدوء ما تحاوليش بقدر الإمكان لا تنفع لي ولا تقولي له الكلام ده تؤكفيك أن أنت تسمعين الكلام اللي أنا أقوله لك ده عشان الكلام اللي أنا أقوله له ده كلام رجل لرجل ويحدثه بلسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عسى يتق الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعدل بينك وبين زوجته ويجعلكم الله سبحانه وتعالى في خير حال يا رب العالمين اجعل بيوتنا دائما يا رب بيوت سكينة ومودة ورحمة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اجعلنا في أمانك واجعل بيوتنا واجعل قلوبنا في رحمتك ومحل نظر يودك يا رب العالمين امسح على قلوبنا واجعل قلوب طيبين برحمتك وبكرمك يا أرحم الراحمين شكرا